اشتركوا في القناة واذ قالت امة منهم لم تعظون كوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا شو ردوا عليهم وقالوا قالوا معذرة الى ربكم ها يعني كمنا باللي علينا معذرة الى ربكم مشان نكون امام الله انت بتظنوا الكلام عن الاهل السبت بس في الماضي يعني ليش الله بذكرها يعني ليش الله بذكرها يعني مشان شو مشان شو ليش ما فيش امم الان عم تهلك لانها كانت في يوم من الايام ساكت على الباطل ساكت على الباطل ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتل ويشرد ويسجن والان عم تدفع الثمن والان عم تدفع الثمن بدون اسماء طيب لاحظوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به آشوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون انتبعوا كيف اذا في نسب جوع فكرة مين اللي بينجو اللي بينهم اللي بيقوموا بدور النهي النهي والنهي هذا عن السوء والنهي عن الفساد له صور كثيرة لقصناها في مرة ماضية قلنا فيه اشي اسمه فيه اشي اسمه ثق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبيحتاج الناس يفهموا كيف ينكرون ومتى ينكرون بأي اسلوب ايش بناسب هون ايش بناسب هون ايش بناسب هون ايش بيجدي هون إلى آخره ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى للصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مع أن الإمام بالله أولا هو الأصل شو قدم هون شو اللي أدى للخيرية شو اللي أدى أنكم تكونوا خير كنتم خيرا أنتم يعني هون كنتم برضو معنا أنتم كمان أنتم الآن كنتم هاي كينونتكم الآن كنتم في ناس بظنوا أنه يعني المسلمين لا هو من يتصف بهذه الصفات الآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله